تزداد معاناة الناس وتزداد الهموم معهم في عدم القدرة على توفير المبالغ التي يمكن أن تنقذهم مما هم فيه ولكن الله موجود وأنتم موجودين ومن خلال هذا البرنامج سنحاول أن نخفف من هذه المعاناة بإذن الله خلونا نستعرض الحالة الثانية لحلقة اليوم خليكم معنا كل شيء يهون ويمكن أن يعوض إلا أن يصاب المرء بعافيته ويخترق قسده السرطان هذه هي الحالة الوحيدة التي قد تفقد الأمل إلا من كان واثقا برحمة الله تعالى كحال الأخ عبده وأطفاله الحمد لله أول ما حصل به هذا المرض هذا الطب وجدت أعالي هنا في الأخير حوالهم لا صنع طلع أنه سرطان هذا في الدم وجدت أعالي هناك يعني بيت ما مأي ما أملك في الأخير تحسن الولد كنت تجيب له جراء كيماوي حد الآن فقات تأبت أمه من بداية شعبا لا نهاية رمضان وأنا من المستشفى المستشفى لا يهديون لا أخليه أنا ما أملك ما أملك ولا حي الحمد لله وجدت وفات أمه في رمضان في آخر رمضان الطفل عبد الله بالثلاثة أعوان يعاني من سرطان في الدم بعد رحلة علاجية طويلة تنقل بها والداه مع طفلهم من مشفى لآخر ليكتشف المعاناة المرضية في آخر المطاف أحياني مرض ما بيش حك الإلاجية يجي لأسهل طارش من الكيماوي يعني الحمد لله لكل حال والآن يعني قاعد بهانا ويقول راح أكو قبل أمس قد راح أكو أمها أولي الأطفال أصيبت بمرض لازمها لشهرين ليخطف روحها من بينهم مخلفة وراءها ستة أطفال أكبرهم لم يتجاوز العاشرة من عمره كارثة سقطت على رأس الأب وأبنائه فالحمد لله على قضائه وقدره فالأخير أصيبت بمرض كل ما أمرها بمس شفاء يقولوا هذا التهابات هذا أيش يعني ولا افتهم مرضها هكذا فيها اخير رح تبهل بحاجة وتوفت على هل تطلع مرضاً؟ يقول من قلب والذي يقولوا أكيد أنه من هذا المرض يعني ما يفتح في مرضها صح بقيت الآن ساكن هناك وهنا ومأي هذا لم أمه 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 أنا ولي يلبس كم عقل صار؟ ستة يدرس رصال؟ هذا يلبس تنهمر الدموع في عين الأب الذي باع كل ما يملك من أجل علاج زوجته وطفله عبدالله بل وتراكمت عليه الديون ليتجاوز المليون وخمسمية ريال في ظل عكزه عن إجراء القلسات الكيميائية لطفله كونه لا يستطيع السفر والإقامة في صنعاه من أجل العلاج وليس مليون من أجل العلاج لا يمكنني أن أدريك من الناس لكن الحمد لله لكل حال و الأن هو يحتاج إلى الجراء كما يمكن المواصل إلى الجراء لا ينتهي الجدوان و الأن لم يكن المواصلات من هذا الأن سنعى 30 ألف أقل حاجة في الصغر و كيف سافر به أسبوعيا لا أجل حكي إليك و لا أقدر أدي لي سكن هناك أقول هناك لا أجل حكي الأهم ولا حكي الإيجار البيت و لا تداري في مدينة مريم في السابعة من ربيع عمرها هي من تتكفل بأعمال البيت فهي التي تجلب المياه على رأسها وتغسى الملابس إخوتها وتقوم بالكثير تنام مع أسرتها دون طعام ولا يعرفون سوى وجبة الغداء التي تؤمن لهم من بعض الجيران كيف مستشعر البيت؟ أجل يا لدي أمو أمو سبو لك أمو بتغسين لأراضي أمو أن تتساعدنا لأجلنا و أمو أن تحصل لهم تحصل لنا للمعرفة و الأمواج و الحمد لله الحمد لله يعني جاء جاء أحيانا أحيانا ما يصطبحوا لها وقت الظهر يعني فعل الخير لو فيه يعني من هذا من الأجوار لو قابلهم شوية خمس يعني يعني مهم عيشة ضنكة والحمد لله لكل حال وإن الله نفعه الخير أحكي لك أخين وشتي درسه الثام وصابق والله دي أخي عنده مع ابنه عنده صلاطة يعني من دي قد له فترة وظروفه صعبة وزوجته توفت من قدام ممكن ثلاثة شهور وبقى كل ما لديه ولم ولم يقد نتيجة الإلاج وظروفه صعبة يعني ومعنا عندنا والدنيا عندنا حراف وتأب وابنه الآن مصاب بالسلطان ويستخدم جراء كل أسبوع ويسافر به من بلادنا من هنا من الفلح اليمن إلى الصناء والكرة غالية والظروف غالية كل شيء ما يبوش معنا كنوبات حلت بهؤلاء الأطفال الأيتام مع سوء حال والدهم الذي لم يتبقى له شيء ليقوم به آملا بالله وبكم في إنقاذ روحه الصغير واحتوا هؤلاء الأيتام خوفا من التشرد والضياء اشتركوا في القناة